أصداء فرنسية علاء الدين بنشار مسمعين أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج أصداء فرنسية يوم الأحدى الثامن عشر يونيو يتوجه الفرنسيون للاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية وهم يستعدون لمنح الأغلبية المطلقة لمرشحي الجمهورية إلى الأمام أي الحركة السياسية الجديدة التي أنشأها الرئيس إمانويل ماكرون في قبل أقل من سنة ونصف وهم يطلعون للحصول على حوالي أربعمائة إلى أربعمائة وخمسين نائب في البرلمان من بين خمسمائة وسبعة وسبعين والفرنسيون يستعدون لرؤية تهاوي الأحزاب التقليدية من اليمين واليسار كما أن نسبة تلمتنا عن التسويت قد تشهد أرقاما قياسية مثل الجولة الأولى هذا أحد محاور البرنامج في محور آخر نتطرق لأول زيارة قام بها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لبلد عربي وهو المملكة المغربية التي تعيش على وقع احتجاجات ومظاهرات سكان الشمال أو مبات يسمى حراك الريف نلتقي لمناقشة هذا الموضوع بعد هذا المصر أهلا بكم إلى هذا البرنامج ونبدأ الحوار مع ضيوفي في الستيديو سيد فرج معتو وهو أستاذ العلاقات التدولي أهلا بك سيد فرج مرحبا ومعي سيد محمد جعيط وهو عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سيد محمد أهلا بك أهلا وسلم أبدأ باختصار معك سيد فرج معتو هناك انتظار من طرف وترقب لأن يكتسح الجمهورية إلى الأمام أغلب مقاعد البرلمان كلمة عن نتائج انتخابات التشريعية الأولى والجولة الثانية المقبلة نعم يعني هذه يذكرني الوضع الحالي في فرنسا فيما يتعلق بالجولة الأولى والثانية والنتائج في التشريعية لفائدة إلى الأمام من الأجل الجمهورية ولفائدة ماكرون هذا الشخص الذي جاء كالنيزك بشكل مفاجأ واكتسح الساحة الفرنسية يذكرني بمقولة لعميد الأدب العربي طه حسين عندما نقد ذات يوم الأديب التونسي محمود المسعدي الذي معروف أنه لغته هو كأنها قدت من الصخر لكن لغة قوية جدا وقال لقد استجابت له اللغة العربية وأخاف أن تكون استجابت له أكثر مما ينبغي فعلا الفرنسيون استجابوا لماكرون ورؤية ومقاربة ماكرون في العمل السياسي وأخاف أن يكون الفرنسيون قد استجابوا له أكثر مما ينبغي هناك تساؤلات عن اكتساح البرلمان من طرف إلى الأمام تجمع الجمهورية إلى الأمام والهاجس الثاني هناك إذن هاجس فيما يتعلق بالديمقراطية ومدى صلابة الديمقراطية في فرنسا تم المسألة الثانية هي هذا الرقم القياسي في عدم المساهمة وعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراح دعني أخذ رأي سيد محمد عبدي وهو عضو سابق في الحزب الاشتراكي سيد محمد عبدي أقرأ لك ما قاله ميلونشون قبل قليل نحن قوة المعارضة إذا لم تقوموا بمساعدتنا طبعا ويتحدث إلى الشعب الفرنسي سننتهي بحزب واحد وخمسمائة وسبعين مقاطع انتخابية في يد ماكرون إنه جنون سيكون لدينا مجلس نيابي في البرلمان أقل هناك مكان للمعارضة أقل ما هو عليه الحال في روسيا ما هو رأيك؟ أنا رأيي في الحقيقة الأغلبية في البرلمان هي 285 برلماني ولها نفس الصلاحية ونفس القوة تكون 190 أو 300 أو 400 لها نفس القوة أنا أظن كل هذا التشويش لأن هناك شيء آخر في المشهد السياسي لماذا يا أخي؟ لأن ما وقع المشهد السياسي أصبح كل شيء في هذا المشهد تاريخي ولا سابق له الوجوه الجديد الذي نراها يوم الأحد المقبل ستفاجئ الجميع عدد النساء في البرلمان التي ستفوق عددهم أكثر من 200 مرأة سيفاجئ الجميع الوجوه الجديد والشابة ستفاجئ الجميع وتفاجئ حتى الدول الأوروبية هناك نسبة المشاركة المشاركة التي لا سبق لها وأبات التاريخية أنا أعطي هذه الأمثال لأقول بأن المشهد السياسي أصبح تاريخيا ولا سابقا لماذا؟ لأن الشعب الفرنسي تجاوبها ماكرون لماذا؟ لأن يريد ترحيل وأن ترحيل جميع الوجوه القديمة والأحزاب القديمة التي أصبحت تأكس الفشل السياسي في هذا البلد أنا هذا هو ما نكتسبه الشعب القرآن طيب رأيك لماذا هذا التهويل والقول بأننا نتجي إلى الحزب الواحد وأن هناك أوجه شابة لا تحسن السياسة وستمثل الفرنسيين ويقدمون على أساس أنه كارثة ستحل بفرنسا يا أخي هذا التشويش لأنه لم تصبح للأحزاب أفكار للدفاع عن مواقفهم أنا أظن بكل اختصار ما كان يريد القيام به جونليك ميلونشون يعني الثورة المدنية هو الآن مع مكرون هناك تغيير وجوه جديدة هذه الوجوه الجديدة ستفتح آفاق وستفتح آفاق حتى للمجتمع المدني يحرك أنا أظن ترحيل الوجوه الجديدة هو بمثابة طورة كبيرة تعيشها بفرنسا وهناك فكرة أخرى الرئيس الحالي الذي فرض نفسه ودفع على الأفكار واضحة كأوروبا وكالعولمة السيد ماكرون وبالتالي أصبح هذا الشخص هو الناتق الرسمي للعولمة والليبرالية والدفاع على الأوروبا لأن الرئيس الأمريكي متورط في التناقضات بوتين له مشاكله الداخلية رئيس الشين لا يؤهل للدفاع على الحرية ولا على العولمة وماكرون ليس لها الإمكانيات وخاصة التدخل العسكري حتى تقوم بهذا الواجب يعني ماكرون سيكون المتحدث باسم العالم الغربي؟ نعم لأن هناك فرق لأن أنجلاتيرا خرجت من أوروبا لأن ترمب له مشاكل وتناقضات لأنه بوتين له مشاكل داخلية لأن في الشرق الأوسط مشاكل وملفات لم تحل وبالتالي الشاب الوجه الجديد الذي تكلم بوضوح على أوروبا وعلى جميعه بدون تماطل هو استيذ مكرو هذا لا يعني بأن أتفق مع أطرحاته أنا أظن هذا مشهد جديد وهذا المشهد الشديد سيحرك المجتمع المدني وهذه الوجوه الجديدة التي لا تجربة لها ستتعلم ستفاجئون بعض الوجوه هناك من يكون شخصيات باردة أنا أعرف بعض الشابات وخاصة التي جاءت من الأحياء ومن ضواحي باردة هناك شابات لا تجربة لهم ولكن محميات كبيرات لهم تجربة في مهنهم أنا أظن سيفاجأ الجميع بالوجوه الجديدة التي سنراها يوم الأحد نعم أبقى معي سيد محمد عبدي فقط أطرح سؤال على سيد محمد جعيط كل هذا الكم من الشباب في الديمقراطية الفرنسية أن تعود فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هل هذا شيء يثير نوع كأنه لجلوزي نوع من الغير كأنه في العالم العربي هذا بعيد أنا صراحة ليس بالضرورة يعني ليس بالضرورة الشباب من أجل الشباب لأن الفكرة هنا يعني نقول شباب وكذا ووجوه جديدة ولكن أغلب الوجوه الجديدة اليوم تدافع عن مشاريع قديمة ربما قدم القرون يعني مشاريع لمشاريع ما قبل ظهور قوانين الشغل ومجموعة من الأشياء وماكروكا هو يعني من رموز الحكومة السابقة الذين دافعوا عن قوانين قوانين تراجعية قوانين زيما ضربت في الصميم مجموعة من الحقوق التي التي اكتسبها يعني هو وجه جديد بأفكار قديمة بأفكار قديمة يعني مجموعة من نساء فقط يعني حركة ماكرون وهي ليست حزب حاليا وبالتالي سأقول حركة يعني بالنسبة إلى أشبه أشبه بما وقع في المغرب في 2008 مع وجود فريق كبير طبيعة الحال مع حزب البام حزب الأصالة والمعاصرة في المغرب يعني حزب ظهر في مدة يعني قصيرة جدا يعني وأخذ جميع المناصب وجميع يعني وشكل أغلبية في البرلمان من وجه جديدة وكذا وكذا ونفس خطاب تقريبا وخطاب لا يامين ولا يسار وهذا الخليط هذه المسألة ولو أننا نجل مقارنة بعيد جدا نعم نعم صحيح لا أقول العكس والشبه هنا في هذه المسألة دي أنه تجميع واحد الخليط أعتقد أنه خليط غير متجانس والأوهام الكثير من الأوهام التي يدافع عليها الكثير هذه الأيام ستصطدم مع الحقيقة الاجتماعية والسياسية الصلبة التي تفضل نعم حتى أترك سيد محمد عبدي يذهب لأشغالي سيد محمد عبدي أنت تعرف الحزب الاشتراكي جيدا نعم تفضل أنا لا أختلف مع ما تفضل به سيد محمد عبدي من حيث أنه هناك شيء جديد ويجب أن لا نرفض ما هو جديد لكن ليس هناك حتمية حتمية نجاح الجديد يعني أنه فشل الطبقة السياسية والمشهد السياسي سابقا في فرنسا صحيح يعني الفرنسيون أجربوا اليمين واليسار والتساكن مع اليمين والتساكن مع اليسار والوضع دائما في تأزم متزايد يعني هناك فرصة جديدة يعني ليس هناك فرصة النجاح بالضبط يعني ليس هناك حتمية النجاح لنرى لا نحكم عليها مسبقا نعم سيد محمد عبدي قد يكون لك رد على هذا لكن أريد أن نعرف رأيك في الحزب الاشتراكي أكثر من 200 نائب الآن قد يحصل على أقل من 10 نواب أو 15 نائب هل هذا الحزب زال أو هو في طريق الزوال؟ أنا أقول لك بوضوح لأنني أعرف الحزب وخصصت شبابي وحياتي لهذا الحزب وأنت تعرف بأنني طردت من هذا الحزب لبعض الأشخاص الذين أراهم اليوم يشتغلون مع اليمين وعن ماكرون لأنني كنت موضف سامي في حكومة تاركوزي بخلاصة حزب الاشتراكي لقد مات لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يقترح للمجتمع الفرنسي بعض الحلول للمشاكل الاجتماعية من تكلم على إسقاط الجنسية؟ ماكرون؟ اليمين؟ من تكلم على تفكيك منظومة الشغل؟ اليمين؟ ماكرون؟ من تفكك على الحزب الاشتراكي وأنت تعرف هذا هو الذي عبد الطريق؟ لماذا يجري الآن؟ وأنا أظن اليسار في فرنسا وفي أوروبا وفي أمريكا وحتى في المغرب يتخبط الداخل في تناقضات لماذا؟ لأن عجزنا عن وجود حلول لحل مشاكل الاجتماعية للهشاشة للتهميش الاجتماعي للبطالة لجميع هذه المسائل التي نشأ من أجلها اليسار لم نقترح أي شيء وأصبحنا لا ندافع على المساواة وحتى الحريات وأصبحنا نتكلم على الأشخاص ونسينا المؤسسات هذه إشكالية مطروحة وبالتالي ما يجري في أوروبا نراه في هولندا، نراه في أنجلترا، نراه في جنو حتى في أروتيا وفي الدول العربية نعم، سيد محمد عبدي فقط تحدث عن الحزب الشراكي من قضى على هذا الحزب هولوند، فالس، أم المتمردون من أمثال آمون ومونبور؟ المسؤول الأول والرئيسي هو الرئيس الفرنسي الراحل ترونسوا هولوند المتخلي، المتخلي، لأنه لم يقترح سياسة اليسار ومن بعدها التصرفات اللامس أولى لبعض المتمردين وحتى للوزير الأول الذي طيلة خمس سنوات تكلم على ملف الإرهاب والإسلاميين وتواجد والتواجد الأجانب يعني ملفات لا علاقة لها مع التقافة اليسار يا سيدي والنتيجة وما جاء به ماكرون هو أساسي بالنسبة لي لأنني أنا مواطن فرنسي من أصل الهجرة لأول مرة في هذه البلد لم نتطرق كما تعودت عليه فرنسا في جميع المناسبات الانتخابية لا على قضية الهجرة وعلى تداعيات لما يسمى بالإسلاميين والتواجد الإسلام تكلمنا على أشياء أخرى ولم نتطرق لهذه الأشكال الوهمية التي اكتسحت المشهد السياسي وهذا شيء جديد وهذا شيء سيفتح الأمن والطريق أنا لا أقول أنا لا أزكي ولكن ألاحظ بأن هناك أشياء تتحرك هناك ديناميكية سوف تتغير هناك ديناميكية سيد محمد عبدي شكرا جزيلا الرسالة وصلت سيد محمد جعيد كنت تريد أن تعاقب أنا أريد فقط تعاقب على مسألة التصويت لصالح الرئيس إيمانويل ماكرو هو أعتقد تصويت فيه الأكثر رفض لسياسات القديمة لسياسات الأحزاب التقليدية لسياسات التي انتهجت في فرنسا بشكلها الفجر هو رفض لهذه السياسات أكثر منه تصويت لمشروع سياسي واجتماعي يقوده الرئيس ماكرو يعني تصويت فقط رفض يعني لم يكن لديهم الخيار لم يكن لديهم لم يكن هناك خيار بعد ذلك في الدور الثاني يعني كان خيار محدود يعني بين نارين وبالتالي كان هو خيار رفض الوضع معين هذه مسألة مسألة أنه يعني أعتقد هناك من نوع من التسرع عندما نتكلم عن الأحزاب التقليدية يعني بالرغم من شخصي أنا نرى أرفض سياساتها وكذا وكذا ولكن البنى الاجتماعي التي يعني توجد عليها هذه الأحزاب لازلت قائمة لازلت قوية في النقابات في مجموعة من الجمعيات في كذا وفي كذا وإذا ذكرنا فقط بأن هولوند يعني من بين الضربات التي تلقىها تلقى من النقابات في قدية قانون الشغل يعني ستة أشهر أو سبعة أشهر من النضالات والاحتجاجات والتي يعني قطعت كثير من الأجنحانة هنا ماكرون هنا فرق بين ماكرون وهولوند ماكرون ربما كان يحسب من اليسار وبالتالي كان العديد من النقابات يعني تتردد في الخروج إلى الشارع لأنه تعتبر أنه يقود مشروع على إسرائي على العكس فقط وختم فانسا على عكس ماكرون الذي لا هو لا يمين ولا يسار يعني أعتقد أنه سيلاقي قبولا كبيرا في الشارع يعني هذا صحيح ماكرون هو استمرارية للحزب لأفكار الحزب الاشتراك لحزب الأفكار يسار لا أعتقد ذلك مقاربة ماكرون فيها الكثير من الجدة وهنا أنا أتفق مع الحديث الذي تفضل به محمد عبدي قبل قليل الحزب الاشتراكي الفرنسي أو فرنسو هولوند عندما انتخابه الفرنسيون قبل خمس سنوات انتخابوه تم انتخابه على مشروع معين يعني وبرنامج فيه النقاط الكثيرة من اليسار لكن في المحصلة في منتصف الطريق فرنسو هولوند تخلى عن البرنامج اليساري وفرنسو هولوند أصبح يتصرف على رأس حزب بمنطق ليبرالي ولم يعد الاشتراكيون أو معظم الاشتراكيين فرنسيين يعني يجدون أنفسهم وصورتهم في هذا التمشيك تم انتخابه على أساس حزب برنامج اشتراكي يساري وفي المحصلة لقعوا طوني بلير ولهذا السبب في الأخير أنهى عهدته الخماسية مع مانيويل فالس لا أحد يمكن أن يصدق أن مانيويل فالس هذا رجل يساري أو رجل اشتراكي لا في مقاربته إذا المهاجرين ولا في الأمور الاجتماعية يعني هذا رجل يمين وربما هناك من يصنفه على أقصى اليمين خاصة فيما يتعلق بالإسلاموفوبيا سيد فرج معتوق حتى نجح في حق الشباب السائرين إلى الأمام معنا من بيروت سيد جوزيف مكرزل وهو المرشح الرديف لسيدة أمالا كرفي المرشحة هي فرنسية من أصول مغربية لعلمك سيد محمد جعيط وهي تتقدم مع جوزيف مكرزل باسم المقاطعة العاشرة التي تتمثل عدد من الدول العربية جوزيف مكرزل هو صحفي وناشر مجلة الدبور السياسية الكاريكاتورية عن من يتقدم؟ نعم يتقدم حزب أمارش نعم إلى الأمام نعم سيد جوزيف مكرزل أنتم وصلتم في المركز الأول في الجولة الأولى بـ 60.08 أمام مارسو والممثل للحزب اليميني كيف ترون هذه الجولة الثانية؟ هل وضعتم قدما في البرلمان؟ نحن موقفنا حاملتنا من أول مرة أخذنا 60% من قبيل 18% وشوي بالمية لمنفسنا الأساسي مارسو ومن وقتها بعدنا عم نشوف أمل برمت تقريباً كل بلدين من المنطقة قدما قدرت بجمعتين وبعد ما نحن نحكي مع العالم نباركبنا كمان بمصر واليوم بلبنان ونقلرها بالأحد لحي تطلع النتيجة النهائية نتأمل لطلقنا ونحن لا متسئلين كثير بهذا الموضوع نعم سيد جوزيف هل أنت تكوينك السياسي الفرنسي هل كنت أكثر تميل اليمين لليسار؟ كيف وصلت إلى أمارش؟ ما الذي أغراك في فكرة هذه الحركة؟ بالنتيجة أمارش مثل ما بتقول أمل لك رفي دايماً أخذت أحسن اليمين وأحسن اليسار ومن انطلاعاً من هون مثل الناس اللي معنا هني يلي صارت معهم خيبة أمل من اليمين ومن اليسار مش هنيك صاروا بالوساط وأنا من هيدول العالم يلي كنت يمين وقت لكون اليمين عنده برنامج منيح ويسار وقت لكون اليسار عنده برنامج منيح واليوم نلاقى بمكرون أنه هو يقدر يعطينا الأشياء اللي كنا نحن فيها وما نجدها ببائية الأحزاب الموجودة نعم شكراً لك سيد جوزيف مكرزل على هذه الإضاءة سيد فرج معتوق ستمعنا إلى هذا النائب المقبل لحزب أمارش يقول بأن هناك أحسن ما موجود في اليمين وأحسن ما موجود في اليسار أخذه إمانويل ماكرون ووظفه وهناك أحزاب غائبة في في الميدان وهي أخذت الفرصة وأرحب بجبال بدوم صحفي فرنسفان كالتاح قاملت أهلاً جمال أهلاً سأعود إليك بعد قليل استمع لسيد فرج معتوق يعني صحيح أن ماكرون في تشكيل هذه الحكومة يعني هناك شخصيات مرموقة عند حضور وقبول لدى الجمهور الفرنسي على مستوى القاعدة مثل رئيس وزرائي اللي هو جاي من مدينة لهافر وهو رأينا كم هو شعبي في مدينة لهافر وهو نالك وناس من اليسار لكن يعني إذا ما قدمنا الأمور بهذا الشكل يعني تصبح كأنها نقيسة أنه أخذ أفضل ما موجود في اليمين وأفضل ما موجود في اليسار وإن كان لما لا إلا أن ماكرون جاء عبر فكرة أنا فاعتقادي أنه التقط مسألة أراها أنه في غاية الذكاء ألا وهي أنه الاستفاف يمين يسار لم يعد يعني شيئا في السياسة الفرنسية وحتى السياسة الدولية يعني الحرب الباردة أصبحت تاريخ قديم بالنسبة إلينا لكن حتى المقاربات يعني ماذا بقي للدولة اليوم حتى الدولة كفرنسا الدولة كبرى كفرنسا ماذا بقي بيدها أمام هذه العولمة وأمام بركسيل أمام كل الاختصاصات أو الواجبات والنظر الذي أصبح يعود إلى بركسيل تعني أن يتمنى قل سيد محمد عبدي أن الغرب الآن ترامب لا يملك هذه القوة لأن يكون المتحد باسم الدول الغربية لا يملك شيئا ترامب هناك فراغ ماكرون باسم فرنسا يريد أن يكون متحدد باسم السياسة الغربية باسم هذا العالم المتحرر هذه الوسطية الموجودة في أوروبا التي يلجأ إليها البعض سواء شرقا أو جنوبا على الصعيد العالمي أخشى أن أقول أن فرنسا بلد متواضع يعني على الصعيد العالمي هناك عمالقة معنتها الصين الهند الولايات المتحدة لكن نعم أوروبيا صحيح أن فرنسا ستكون هناك قاطرة سياسية حقيقية لأوروبا التي هي فرنسا ونحن نعرف أنه كانت دائما القاطرة الاقتصادية ألمانية والقاطرة السياسية هي فرنسا وتخلت فرنسا خاصة سواء مع ساركوزي أو مع فرنسو أولاند لكن ربما يعود هذا الأمر لأنه حتى الانتخابات تمت وتم التصويت والمشي وراء والإنصات الشعب الفرنسي اختار هذه اختار ماكرون نعم أخذ رأيي سيد جمال بودومة حول جولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية بسفة عامة كيف كيف تجد أو كيف راقبت وأشرفت على هذه الانتخابات برأيك ما الذي حدث فرنسا لأننا نحن أمام ظاهرة جديدة لديها تفسيرها أم أن السيد ماكرون استفات فقط من فراغ سياسي موجود وبالتالي فرض سياسته وفرض نفسه بكل تأكيد نحن أمام ظاهرة جديدة الموجة التي حملت إيمانيويل ماكرون وقد أتى من بعيد جدا في البداية عندما ترشع عندما كان يتحدث عن تأسيس حركته إلى الأمام لم يكن أحدا يأخذ بجدية نتذكر عندما كان غضب وزير الرئيس الوزراء السابق أين هو فالس وأين هو ماكرون هذه الموجة العارمة ما زالت مستمرة يبدو أن كل ما حلم به فالس حققه مكرون حققه مكرون مكرون ربما لديه ما نسميه في بلداننا البركة لحد الآن لأن ما حققه في التشريعيات هي هو لم يكن منتظرا أبدا لكن عنده نصيب وافر من الذكاء أيضا عنده الحظ والذكاء بكل تأكيد على كل حال أعتقد أن لم لحد الآن لا زال لم يعيش تجربة أو من حق حقيقي نعم كي نحكم على المدسة محمد جعيد تعقيم على هذا أنا عندي فقط عندي في حق العديد من التعقيمات وهو المسألة المسألة يعني القول بأن هناك نهاية لليمين ونهاية لليصار في فرنسا ولا في العالم أنا أعتقد يعني مش صحيح هذه المسألة بالنسبة لفرنسا فقط لنذكر بمسألة اليمين واليصار تاريخيا يعني هو فقط تموقع تموقع يعني بخصوص الوضع الاجتماعي والاقتصادي يعني هناك ناس يريدون المحافظة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي وهناك ناس يريدون أن يغيروا أو يقلبوها أنت مقتنع أن الأحزاب هذه ستعود لا مش الأحزاب ولكن مسألة اليمين واليصار يعتقد أن عندما ننظر إلى نظام اقتصادي واجتماعي فإما نحن معه وإما نحن نريد أن نغيرها أو نصلحها أو إلا ما ذلك وبالتالي مسألة اليمين واليصار أعتقد ستعيد نفسها وستعود للكرة أطولة نحن أمام الزدواجية أن هناك من يريدون التغيير من يريدون نوع مجتمع حداثي وهناك من يريدون وهم محافظون في المجتمع الفرنسي يريدون أن يبقوا على مواقعهم على امتيازاتهم على معاهدوه صحيح وبالتالي ولهذا ربما نجح ماكرون لأنه أعطى ديناميكية آنيا أنا أعتقد أن هناك مسائل اجتماعية واقتصادية يعني في عمق المجتمع كان البطالة كان مجموعة من الأشياء يعني أنت مضطر أن تجيب عليها أنت مضطر يعني كرئيس لو لا ولتجيب عليها يعني يجب أن تقترح سياسات السياسات التي تقترحها بالضرورة ستصطدم مع نقابات مع أحزاب مع نوبيات معه حتى لا يكون حكمنا استباقي لما سيحصل لأنه إلى حد الآن مثل ما تفضل لأنه يعني ماكرون لم يبدأ بعد يعني لم يوضع على المحك أو سياساته وتصوراته يعني الفرنسيون سينتظرونه على خاصة ملف ملف الشغل والبطالة هذا هو أم المشاكل لكن فأعتقادي أنه إلى حد الآن الفرنسيون معه ماكرون ومعه بشكل هناك الديناميكية يعني وأنا لا أتفق مع ما ذكرته قبل قليل من أنه هم رفض صحيح رفض للمشهد السياسي السابق لكن هناك أيضا موافقة وانتظار وأعطاء أنه أصوات لماكرون خاصة نرأيناه في الجولة الأولى للتشريعية هذا يعني أنهم مع الفرنسيون حاليا على استعداد تام لإعطاء ماكرون فرصة يريدون ماذا سيفعل أملهم مع ماكرون فقط قوس يعني من النسبة التي حصل عليها في الانتخاف يعني من أقل النسب الذي نعم يعني أن يراجع كل هذه الحسابات ويأخذ بعين الاعتبار نسبة المقاطعة وأيضا الشغل على كل أن نواصل تقديم هذا البرنامج برنامج أصداء فرنسية وممتكار والدولية بعد هذا الفاصل أصداء فرنسية أهلا بكم من جديد في برنامج أصداء فرنسية ونرحب كما رحبت بجمال بودومة وهو رئيس تحرير لدى زملائنا في تلفزيون فرنس وعاد لتوهي من المغرب سيد بودومة كنت في المغرب تتقدم برنامج حديث العواصم وهذا البرنامج منع بثه وزارة الثقافة والاتسال المغربية قالت أن القناة مستمرة في الاشتغال مع المغرب قناة فرنس فانتكات من أن المنع يخص فقط حلقة من برنامجكم لعدم احترام المساطر القانونية ما الذي لم تحترموه حتى لم يقدم برنامجكم وهل فرنس فانتكات تلفزيون ممنوع الآن في المغرب هو هذا البلاغ الرسمي الذي أصدرته وزارة التقافة والاتسال طبعا يعطي رواية ليست كاملة لما جرى على اعتبار أن هذا البرنامج برنامج حديث العواصم يوجد منذ أربع سنوات هذا البرنامج هو برنامج شهري يقدم من الرباط نقاش حول موضوع راهني منذ 2013 عمليا لم يحدث أي مشكل إلا مرتين هذه المرة الثانية المرة الأولى سنة 2015 في يناير 2015 عندما كانت الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والمغرب في أوجها وكنا نحن ضررا جانبيا لهذه الأزمة على اعتبار أن اسم القناة فرنس 24 رغم أن فرنس 24 كما تعرف على الدين في فرنسا الإعلام يمول من طرف الحكومة لكنه إعلام عمومي وليس إعلام رسمي بمعنى أن هناك تقليد فرنسي في حرية التعبير لا يسمح للجهات الرسمية أن تتدخل في السياسة الحكومية بمعنى أن فرنس ماتكات ومنتكار الدولية وكل فرنس ميديا موند لا تمثل ليست وسائل إعلام رسمية ولكنها وسائل إعلام عمومية هناك مشكلة في البلدان العربية في استيعاب هذا الفرق بين وسيلة إعلام عمومية ووسيلة إعلام رسمية هذا في 2015 الآن هذا المنع الذي تعرض له البرنامج سببه بوضوح ما يجري من تظاهرات في الريف المغربي حركة كما يسمى بحركة الريف على اعتبار أننا كنا سنسجل حلقة حول هذا الموضوع السلطات على أعصابها وتحاول يعني أنه كان هناك اعتراز على الضيوف أم على الموضوع في حد ذاته؟ كان هناك تعرف هناك تخبط هناك تخبط نعرف عندما تكون مثل هذه الأزمات تكون أكثر من جهات تتدخل في الموضوع وجاء البرنامج عشية زيارة مكرون إلى المغرب إذن كان هناك تخبط كانت جهات تحاول أن تساعدنا في الحقيقة كي يتم هذا البرنامج وجهات أخرى تتخوف أن يعطي على اعتبار أن كانت هناك انتقادات للقناة من تغطيتها لأحداث الريف وهي انتقادات طبعا غير مؤسسة على لأعتبار أن فرنس مانتكاد تعطي الكلمة للجميع وربما لأنها أكثر مشاهدة في البلد لأن تأثير فرنس مانتكاد في دول المغرب العربي يخيف ربما بعض السلطات تماما بعد ذلك لا بد من تبريرات لا يمكن أن تقول السلطات نحن منعنا تجد تبريرات حاولت أن تكيف التبرير وطبعا نحن في بلداننا نبدع في صياغة التبريرات طبعا المشكل في ترخيص عندما تأتي ترخيص من المركز السينمائي يقولون لك ترخيص من وزارة الاتصال عندما تأتي بترخيص من وزارة الداخلية دائما يجدونها مباررة الآن البرنامج هو منع أم هناك حديث عن القناة منعت في فرنس بلدكات منعت في المغرب لكن الذي حدث هو أن البرنامج منع أي طلب من الشركة التي تقوم بإنتاج البرنامج أنها ليس مرخص لها أن تقوم بالبرنامج وأبلغتوا شخصيا بأنهم رفضوا كأن نصور البرنامج وفي اليوم الموالي طلبوا من المراسل أن يتوقف عن العمال بمبرر أن هناك ترخيص يجب استكمالها وطلبوا من الشركات التي تمكننا من إنجاز المباشر من المغرب أن تتوقف عن ذلك بمعنى أن هذا منع الشفاهي طبعا عندما استناولت الصحف الموضوع وصار قضية رأي عام التراجعات في بلاغ تقول أن فرنس بلدكات غير ممنوع الدليل أن المراسل بالفرنسية وبالفعل زميلنا بالفرنسية يشتغل ولو اعتماد وصور حتى في الحسيمة ولكن طبعا نحن نعرف لماذا لأن تأثير القناة الفرنسية في المغرب ليس هو تأثير القناة العربية محمد أنت عضو في المكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هنا في باريس لم أسمع أن الرئيس إيمانو الماكرون تحدث عن قضية فرنس بلدكات في المغرب تحدث فقط عن حراك الريف وقال بأن الملك مهتم بما يحدث في الشمال يعني أول مرة يتحدث رئيس دولة فرنسية خارجية عن شيء يحدث في المغرب لماذا توجه ماكرون اختار المغرب في أول زيارة لدولة عربية؟ في الحقيقة لا أعرف لكن الرئيس يعني هناك علاقة تاريخية بين الدولة المغربية والدولة الفرنسية وعلاقات اقتصادية ليست بالسهلة وكبيرة جداً لا من ناحية الأرقام لا من ناحية التقل الإقليمي بالنسبة للتعليق الرئيس الفرنسي مشكوراً أتى لنا بمعلومة كنا نبحث عنها منذ منذ ربما أكثر من سبعة أشهر هل الملك يعلم ما يقع في المغرب أم لا يعلم؟ يعني الرئيس الفرنسي قام السلطات المغربية أوردت وفود من الحكومة وحاولت تحاول أن تجد حلول لكن لم يكن هناك يعني برأيك رد رسمي أو تدخل من الملك؟ أنا أعتقد أنا أعتقد أنه يعلم هذه المسائلة فقط كنت أنتقل من ناحية الشكل والوزراء الذين ذهبوا للحسيمة أغلبهم هم وزراء سيادة يعني وزراء أقوية في الحكومة ووزراء لهم تقل كبير في الحكومة وبالتالي لا أعتقد أنهم يتحركون هكذا من فراء ولكن هؤلاء الوزراء يعني المصداقية هم المصداقية عند الرأي العام وعند الناس وعند المتظاهرين يعني المصداقية تقارب السفر يعني غير لا يقبلون بهذه المبادرة والآن أعتقد أننا تجاوزنا المبادرة التي ربما ينتظرها لكثير من المغربة هي الإفراج عن المعتقلين السياسين يعني كأول نقطة لأي انفراج أو أي حوار أو أي يعني ولا يحق مثلاً لقناة فرنسية وقناة التحدث عن هذا الحراك ولو أن حتى الشحف المغربية تحدث وتنتقد الأداء الحكومي أنا أنا في نظري يعني طبيعي جداً أن قنوات يعني كفرنسفانتكات وقنوات دولية وقنوات محلية يعني تنقل الخبر وتنقل المعلومة وتعطي الكلمة لمتظاهرين والناس وأعتقد أن نقطة قوة لماذا تزعج هذه القناة؟ لأن المسألة بسيطة جداً أنها تفتح 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 أبوابها على على تقريباً كل طيف المغربي كل طيف المغربي عكس ما تقوم بالقنوات الرسمية اللي فيها خطاب واحد يا رأي واحد اتجاه واحد وبالتالي عندما تفتح قنوات أخرى الرأي تفتح الأبواب على ناس آخرين لا نسمعهم في الإعلام الرسمي بطبيعة الحال يزعج السلطة المغربية سيد فرج معتوق فرنسو هولوند عندما عين رئيساً لدولة قبل خمسة أعوام اختار الجزائر في أول خروج له لدولة عربية وسيد ماكرون اختار المملكة المغربية علماً أن ماكرون عندما كان مرشح انتخابت زار الجزائر ولم يزور المغرب هذا باب الموازنة أم أن هناك سياسة استراتيجية للرئيس الفرنسي مع الدول العربية في الجوار في بحر المتوسط صحيح هناك مشكلة يؤرق الدولة الفرنسية دائماً هذه الزيارات إلى الجزائر والمغرب تونس لا لكن بين الرباط والجزائر الفرنسيون والرؤساء الفرنسيون والحكومات الفرنسية كائناً ما كانت يمين أم يسار كانت دائماً تزنوا بمثقال الذهب فأكيد أن ماكرون يعني حسب على الجزائر زيارته وتلك الجملة الشهيرة التي حركت السواكن وما هو مدفون في المخيال الفرنسي العميق هذه من ناحية ناحية ثانية أن ماكرون نجح في هذه الانتخابات تحت شعار التجديد والتشبيب الشباب وبالتالي في الجزائر إذا ذهب سيجده بوتفليقة نعم ما نحكيوش على تونس لأنه التقى بالباجي خياد سبسي في باجي خياد سبسي يبدو أنه لم يرغب في لقاء ماكرون عندما كان مرشع عندما ذهب إلى تونس نعم الباجي خياد سبسي هو لأنه ينتمي إلى زمن آخر كان يمحوش ربما على فوز فيون أو فوز أهو نعم لكن أيضا الرجل كبير السن يعني واحد وتسعين سنة فبالتالي هو في منطق آخر ينتم لكن إذن المسألة الثانية بالنسبة لماكرون بما أنه هو صغير السن وجائل على أساس أنه سيغير المشهد السياسي بناحية التشبيب والاعتماد على وجوه جديدة صغيرة شابة إلى أخيره فالملك المغرب يعني هو أكبر من ماكرون لكنه يعتبر ملك شاب وخاصة بأفكاره نحن لا ننسى أنه الملك الحسن الثاني درس في فرنسا عمل دكتورامتاو في نيس محمد السادس محمد السادس محمد السادس محمد السادس بسنه بعمره لكن كذلك بعلاقاته بمجموعة من الشباب مجموعة ولا زال في فرنسا يحتفظ بعلاقات مع حدثت عن هذا العنصر الجزائري المغربي فقط للمفارقة هناك المقاطعة الانتخابية التاسعة للفرنسيين في الخارج هناك فرنسية من أصل الجزائر وفرنسي من أصل المغربي ليلى عايشي وصلت في الدورة الأول باسم تمثل الأغلبية الرئاسية ومجيد القراب هو أيضا في يمثل الأغلبية الرسمية يعني سيتنافسان ليبثلان الرئيس الفرنسي في البرلمان على كل إنسان نشهد هذه الجولة الثانية جمال بودومة أقرأ لك ما كتبه محمد أحداث في صحيفة المساء المغربية قال في الاحتجاجات الشاهرة بفرنسا نهاية ستينية من القرن الماضي لم يقل سارتر و بير بورديو الذين قادوا الثورة الطلابية المتمردة على التقاليد الدجولية الفرنسية أن المثقف عليه أن يكون منسالخاً عن حركية المجتمع ولم يقل عبد الرحمن اليوسفي للسلطة نعم ولم يهدن ولم يرتكن الجابري والعروي إنه تاريخ طويل من النضالات من النضالات المثقفين ضد الظلم والاستبداد وضد أن تسود ثقافة النعم التي نجحت فعلاً في تربية جيل كامل من الضباع كما توقع الراحل محمد جيسوس طبعاً ويستدل بالراحل محمد جيسوس عالم السيسولوجيا هل أين هم المثقفون المغاربة من ما يحدث في حراك الريف أو في ما يحدث من مظاهرات في الشمال اسمح لي قبل ذلك أن أحيي هذا القلم الجميل محمد أحدد والذي كان سيكون أحد ضيوف ريفي من الحسيمة وكان سيكون أحد ضيوف برنامج حديث العواصم شاب حيوي ويتحرك بمهنية وبقلب كبير لمساندة في نفس الوقت ما يجري في بلدته ويتابع بمهنية حول تحريك الخطوط أيضاً يعني مثال للشباب الذي يأتي من هذه الشباب المغربي الحي خصوصاً شباب الريف محمد أحدد وهذا المقول العميق طبعاً حول دور المتقف دائماً تعود في مثل هذه المناسبات أعتقد أن أحياناً هناك مبالغات أن المتقف في النهاية هو منتج للأفكار ممكن أن يأخذ مكانه بين الآخرين كما فعل بورديو عندما كانت خلال التظاهرات كفرد كمواطن ولكن يجب أن مساهمته الأساسية هي مسامة فكرية في الجرأة والشجاعة الأدبية والنزاهة الفكرية مع الأسف قليل جداً المتقفون الذين يتميزون بهذه الخصال التي ممكن أن تحدد سقفاً فكرياً دائماً لمثل هذه الحركات هل المتقف هذه تأثير جماهيري يمكن إذا تحدث في وسائل الإعلام أن يدفع السياسي ربما إلى أن يبادر بحل مشاكل مثلاً هناك العديد من يتحدث أن أزمة ما يحدث في الشمال كان يمكن تفاديه من خلال التوجه والحوار مع الشباب هناك ومع المواطنين هناك مبادرات هناك مبادرات تقودها مجموعة من الفاعلين المدنيين بينهم كتاب ومثقفون هذه المبادرة أعتقد اسمها المبادرة المدنية من أجل الريف صالح الوديع وخديجة مروازي ومجموعة من الفاعلين الآخرين يحاولون أن يقومون بدور الوسطة أي أن ينصتوا لما يريدونه هؤلاء الشباب لأن هذا التحرك قوته وقلبه من الشباب والساكنة تدور حوله يحاولون أن ينصتوا إليهم وأن ينقلوا أصواتهم لأن في نهاية المطاف المغرب قوته أو حصانته لحد الآن هو أنه تعود على الاحتجاجات من زمان من التسعينات من أيام الحسن الثاني ليس مثل بقية البلدان العربية هو وسط بين إن شئنا التبسيط وسط بين دولة ديمقراطية ودولة استبدادية هذه إحدى عناصر القوة لكن إلى أي حد ستصمد لأن الآن التحرك طال رأينا كيف هناك كان هناك تحرك هناك من يشبه ما يجري في الحسيمة هذه الأيام بما جرى في محافظات ما وراء البحار في فرنسا شاهدنا تظاهرات حاجدة لمدة أكثر من شهر كيف حسمت هذه التظاهرات حسمت بمبلغ مالي ومشاريع واضحة أعطيت مليارين ونصف مليار يورو ورفضت وأضيفت بمعنى ما الذي يمنع السلطات المغربية والفاعلين أن يذهبوا إلى الحسيمة وأن يعلنوا عن مشاريع واضحة ليست المشاريع الميتة منارة المتوسطة ومشاريع جديدة واضحة برقم اقتصادي واضح وبآلية مراقبة هذه المشاريع من طرف هؤلاء الشباب حين ذاك لن يكون أي مبرر للاحتجاج وإن كانت هناك احتجاج ستكون له أهداف أخرى وتعزل نعم سيد محمد جعيد إذا قمنا بعملية إسقاط هذا الكم من الشباب الذي يستعد لدخول البرلمان الفرنسي هل يمكن أن نرى يوما مثلا في المغرب أو في دول عربية أن تُعطى أيضا ثقة للشباب من أجل أن يخلقوا ديناميكية جديدة وهل يجب أن ينتظر الشباب أن تعطى لهم الفرصة أم يجب أن ينتزعوها انتزاعا هذا ما كنت سأقول أنا أعتقد أن الشباب لا يجب أن ينتظروا أي فرصة أو أي إعطاء فرصة من أي أحد لا في تنظيمتهم لا في جمعياتهم لا على مستوى الدولة ولا على مستوى الساسد يجب أن تنتزع الأمور يعني تنتزع نزعا يعني كما يقول الشاعر وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلاغة في المسألة فقط وملاحظة أعتقد أساسية عندما نرى الفيديوهات المظاهرات يعني نرى الشباب يعني نرى نئسبة عمري يعني العمر ديالناس يعني العشرينات العشرينات الثلاثينت على أغلب تقدير ماذا ساحة هذه الأخبار يتقول أن هناك ربما البعض لدينا مطالب انفصالية ربما أنا لا أعرف ولكن المطالب الواضحة التي رفع المتظاهر لكن يعني أغلب العديد من الجمعيات المدنية قالت أن هذا الكلام غير صحيح هناك مطالب اجتماعية مطالب اقتصادية مطالب لتحسين الأوضاع لا أنا أقول ربما لأنني لا أعرف كل شخص مطالب أغلبية اجتماعية واقتصادية وأنا أنا أعتقد أنه من حقهم حتى أن يرفعوا المطالب سياسية يعني ما عنديش إشكال في المسألة هذه مسألة أخرى هي أغلبهم شباب أغلبهم ناس لم يعرفوا سنوات الرصاص لم يعرفوا النضالات من أجل الحركة الوطنية والاستقلال يعني هناك جيل جديد جيل آخر في الوضع فلكن جيل العديد منهم لم يشارك مثلا في انتخابات التجريعية الأخيرة أنا أعتقد أنهم يعتقدون أن تلك الانتخابات لا تصلح لشيء لا يEntשל Hastur لا تصلح لشيء حتى في المسألة الإنتخابات فقط قوس بين المقاطعين للإنتخابات وبين المصوتين للعدل وتنمية هناك نقطة تقاطع أي رفض السلطوية هنا من يرفض السلطوية وكيف تدر الأمور في المغرب يعني يقاطع آخر يقولون الأمور ويقولون أن هذه الأمور لا تصلح هنا Man صوت للعدل وتنمية لأنهم يرفضون مسألة التحكم مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا هناك نقطة التقاء مهمة يجبه قراءة هناك رفض للعقلية الأمنية العقلية السلطوية التي تريد أن تسير الأمور وفي مسألة الريف في مسألة ما يقع الآن هناك عقل أمني ناس يعني يعتقدون بأنهم إذا أعطوا شيئا ما للريف وعطوا شيئا ما لهذه المسائل فإن كامل المغرب سيقف وقف درجلين واحدة ومرأة واحدة فرج معتوق تحدثنا كانت هناك مقاطعة الانتخابات في الجزائر أيضا بعد مقاطعة الانتخابات في المغرب الرئيس الفرنسي عندما كان في المغرب تحدث عن وساطة مغربية ممكنة بين ما يحدث في الأزمة الخليجية والرئيس الفرنسي من بين ما حسب له عندما قبل الانتخابات التشريعية من وقت الذي تم تعينه إلى وقت الانتخابات التشريعية وأنه تميز على المستوى الدولي وظهر بمظهر الرجل الذي هو قادر على أن يمثل فرنسا ويمثل أوروبا هل ممكن أن يكون دور لفرنسا في هذه الأزمة بمساعدة المغرب مثلا لحل أزمة الخليج طيب ظهر ماكرون أنه فعلا خاصة أنه وهنا البركة أو الحظ مثل ما تفضلها جمال قبل قليل يعني صحيح أنه الأجندة السياسية والتي هي خارجة عن أي برمجة ليس ذكاء هذا الحظ لماكرون أو الحكومة الفرنسية مسألة الحلف الأطلسي اجتماع القمة لشمال الحلف الأطلسي والاجتماع الثاني الذي هو السبعة الكبار الجيسات هذا الأجندة جعلت منذ الأسبوعين الأولين ماكرون يحتك مباشرة مع كبار العالم يعني ترامب وبوتين وكافة القادة الأوروبيين هذا يعني ثم تتذكرون كلكم تلك ذلك الإلحاح على المصافحة بينه وبين ترامب وكيف كان ينظروا يعني أنه تم التساءل هناك تم الحديث على أن ماكرون قده وقدود كما نقول يعني لكن إذا راقبنا منذ أزمة الخليجية منذ انطلاقها أنه التركيز على الولايات المتحدة وبدرجة ثانية في أوروبا على بريطانيا نحن نعلم أن هذه المنطقة تاريخين هي أنجلوسكسونية الاستعمار البريطاني والبلد الوحيد الذي أفلت من قبضة وسيطرت ومراقبة ولو عن بعد بريطانيا والعالم الأنجلوسكسوني كان العراق وأقسمت ثاتشر منذ نتذكره في حرب الكويت أن تعيد العراق والآن العراق هو في خانة الأنجلوسكسونيين نتذكر كيف كانت العلاقات بين العراق وفرنسا والعراق والاتحاد السوفيتي كل هذا في عداد إذن نعود إلى سؤالك سيد ماكرون اللي هو أنه أنا في اعتقادي يمكن أن تساعد لكن بدرجة ثانوية لأنه التركيز على الولايات المتحدة وعلى بدرجة ثانية على بريطانيا جمال بدوم قبل أن نختم هذا البرنامج السؤال من شقة إن شقة له وهل حديث العواصم سيعود إلى الرباط هل هناك لديكم أجندة محددة هل هناك تواصل وسؤال آخر بما أن سيد فرنسا لا تحسن الأمور في المنطقة الأنجلوسكسونية هل يمكن أن يكون هناك دور لفرنسا الجديدة الشابة في تحريك الخطوط في دول المغرب العربي الشيء الأول نتمنى أن يعود البرنامج ونحن متفائلون لأن سيناريو 2015 عدنا بعد ذلك حلت ببساطة أن الأزمة الفرنسية المغربية حلت ومعها حلت مشكلة البرنامج مش في ركا بها الآن أعتقد أننا نتجه نحو هذا السيناريو أيضا لأنه ليس في صالح المغرب أن يعطي هذه الصورة عن نفسه أنه يمنع الإعلام وفرنس بانتكات أيضا ريهان كبير على المغرب والجزائر 80 مليون مشاهدوا المنطقة الأقرب نريد أن نشتغل في المغرب والجزائر بصفة خاصة وتونس نشتغل جيدا لحسن الحظ هذه قلب الهدف بالنسبة لفرنس بانتكات فيما يتعلق بالعلاقة الفرنسية المغربية أعتقد أن هناك استمرارية أكثر من شيء آخر العلاقة مع المغرب ومع الجزائر ستظل على ما أعتقد على حالها على اعتبار أن ما يبرر هذه الزيارة هو لننسى أيضا حجم المبادلة التجارية بين المغرب وفرنسا بمقارنة مع الجزائر لأن الجزائر هناك برودة ولكن هناك علاقة تاريخية كأن من الجسد الفرنسي شأن داخل تماما حتى علاقة ما بين فرنسا والجزائر والمغرب هناك كانت هناك حماية في المغرب وفي الجزائر كان مستعمار لم يكن بنفس التعامل ليست نفس العلاقة ستظل أعتقد في ظل الاستمرارية المغربة إلى حد ما مرتاح المغرب لا يرتاح ليسار الحزب الاشتراكي تاريخيا يعتبره معادل المصارك في العدد المغرب هو أقرب إلى اليمين الفرنسي تماما اليمين الفرنسي دائما كان هو يرضي قريب للسياسة المغربية على اعتبر أن ماكرون ليس يمينا ولكنه ليس حزبا اشتراكيا أيضا لأن الحزب الاشتراكي المغرب يعتبره أنه له مواقف مسبقة خصوصا في قضية الصحراء إلى آخره أعتقد أن المغرب مرتاح إلى حد ما العلاقات المغربية هي ربما في اتجاه صحيح مع والجزائر أعتقد أيضا أن هناك هذا الجدار النفسي الذي كسره بشجاعة قل مثيلها ماكرون عندما تحدث عن جرائم الاستعمار الفرنسي أعتقد أن هذا الحاجز لو عرف كيف يستثمره ممكن أن يحقق أيضا اختراقا خلال ولايتي في العلاقة الفرنسية الجزائرية بالنسبة للعلاقات المغربية الفرنسية محمد جعيت هل يمكن أن يكون هناك حديث أكثر من طرف السلطات الفرنسية خصوصا من طرف التواصل أكبر ما بين المجتمع المدني في فرنسيا والمجتمع المدني في المغرب أنا أعتقد بالنسبة للتواصل هناك تواصل منذ زمان بين التنظيمات السياسية بين الجمعيات بين النقابات هناك تواصل حي وأعتقد ربما هو أكثر كتافة بالمقارنة مع علاقات بما أن اليسار ليس في الحكم فهناك رئيس وبين ذا أنا أعتقد علاقة المجتمعات المدنية هي علاقة مستقلة عن السلطة يعني لو كان يمينا أو كان يسارا كانت دائما ولا زالت علاقة متميزة بين تنظيمات الحزبية والسياسية والمجتمعية في فرنسا مع تنظيمات الحزبية والمجتمعية في المغرب وربما أقول هي الأكثر كتافة بالمقارنة مع الدول الأخرى نعم بحكم العلاقة التاريخية لفرنسا بحكم العلاقة الاقتصادية بحكم حتى اتفاقيات الممضات بين المغرب وفرنسا وبين المغرب والاتحاد الأوروبي بصفة عامة هناك علاقة موجودة ولكن أعتقد أن هناك مجموعة من المسائل التي لا زالت علاقة ولا زالت يجب حلها ومنها المسائل التاريخية المتعلقة بالحماية والمتعلقة بالارتقافي واستعماري يجب أعتقد حل هذه المسائل شكرا لك سيد محمد جعيط عب والمكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هنا في باريس جمال بودومة رئيس تحرير في فرنسفانتكات ومقدم برنامج حوار العواصم حديث العواصم وأيضا فرج معتوق أستاذ العلاقات الدولية في باريس نحيي كل من سهم في إعداد وتقديم هذا البرنامج راجحة وأيضا جاد الخوري لم يبقى لي إلا أن أتمنى لكم يوما سعيدا نذكر بأن الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية تجرى يوم الأحد الثامن عشر يوني وهناك توقع أن يكتسح جمهورية أمار الجمهورية إلى الأمام هذه الانتخابات على كل سنبقى لمواصلة ومواكبة هذه الانتخابات من موتكار الدولية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر